عرض من فريق أوروبي لنجم وداذي قدم نادي روما الإيطالي عرض وصف بالمغري لنادي الوداذ الرياضي من أجل ضم مدافعها أشرف داري خلال فترة انتقالات صيفية المقبلة وكشفت يومية الأحداث المغربية أن فريق روما الإيطالي قدم عرض مالي فوق ملياري سنطيم في ظل المستويات الرائعة التي قدمها رفقة النادي الأحمر التي توزى بإحرازه للقب دور أبطال إفريقيا وأوضح المصدر ذاته أن المكتب المديري لفريق الوداذ الرياضي سيتشاور مع وليد الرجريقي بشأن العرض المذكور قبل الحسم في قبول من عدم القبول لهذا العرض وأكيدا أن الوداذ الرياضي لن يشرع في مفاوضاته مع النادي الرومي إلا بعد توصله برد صريح من مدربه الرجريقي بخصوص مستقبل داري مع الوداذ غلال الموسم الرياضي المقبل يذكر أن أشرف داري فاز بجائزة أفضل مدافع في مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية التي حاز لقبها فريق الوداذ الرياضي بعد تغلبه على نادي الأهل المصري تحضيرات الوداذ للديربي استأنف فريق الوداذ الرياضي تحضيراته على ملعب بنجلون يوم تلتاء بعد أسبوع من الراحة بقيادة خالد نجيح مساعد المدرب وليد الرجريقي المتواجد حاليا في دورة تدريبية بمجمع محمد السادس تحت إشراف الكاف ويغيب عن تدريب الوداذ الرياضي استعدادا لاستئناف الدوري المغربي عبر مباراة الديردي المرتقبة يوم التاسع عشر من السهر الحالي القائد يحيى جبران الذي استفاد من ترخيص تتنائي من الرجريقي لشعوره بالتعب ويحيى عطية الله المتواجد رفقة أسود الأطلس وهذا بالإضافة إلى ثلاث لاعبين متجواجدين رفقة المنتخب المحلي يتعلق الأمر بالكونغولي غاين بينزا ويوفيلت سومو المنضمين لمنتخبات بلادهما إلى جانب الليبي مؤيدا لافي المصاب ولن تكتمل صفوف الوداذ الرياضي تقريبا إلا مع بداية الأسبوع المقبل قبل أن يدخل الفريق البيضاوي معسكر مغلق تحضيرا للديربي مفاوضات من الناصري لحسم أربع عقود يسعى سعيد الناصري رئيس فريق الوداذ الرياضي لعقد اجتمع نهاية الأسبوع الحالي مع أربع من لاعبيه الأساسيين من أجل إقناعهم بمواصلة الدفاع على قميص فريق الوداذ الرياضي خلال المواسم المقبلة بعد أن قادوا الفريق إلى تسويج بلقب دوري الأبطال وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس النادي سعيد الناصري سيعقد اجتماع مع كل من الحالي سريض التقنوتي أيوب العملود، أيمن الحسوني ويحيى زبران لمناقشة إمكانية استمرارهم رفقة الوداذ وتجديد عقودهم التي تنتهي مع نهاية الموسم الجاري ويراهن الناصري على ورقة تتويج الوداذ الرياضي بدوري الأبطال وضمان مشاركته في كأس العالم للأنذية من أجل مفاوضة اللاعبين المذكورين وإقناعهم بالاستمرار مع النادي الأحمر خلال المواسم الرياضي المقبلة أذكر أن الوداذ الرياضي تويج بلقب دوري الأبطال عقب فوزه بهدفين نظيفين على حساب الأهل المصري حامل اللقب بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء وضفر باللقب الثالث بعد تسويجه بلقب قاري عام 1992 و2017 وهذا العام 2022 نجم الوداذ مطلوب في الدوري الفرنسي توصلت إدارة فريق الوداذ الرياضي بعرضين رسميين من ناديين يمارسان في الدوري الدرجة الأولى من أجل انتداب نجم وداذي وأكدت مصادر مطلعة أن اللاعب الريض الجعدي توصل بعرضين بشكل رسمي دون الكشف عن هويتهما على أن يخوض وكيل أعماله مفاوضاته مع رئيس النادي سعيد الناصري للحسم في مستقبله مع الفريق الأحمر ويوجد اللاعب حاليا في مرحلة التركيز على ما تبقى من أجل حسم الموسم الكوروي الجاري بعد التتويج القاري بلقب البطولة الأفريقية في انتظار حسم مستقبله إما بمواصلة المشوار مع الوداذ أو العودة للمنافسة في أوروبا وشارك الجعدي منذ انتقاله إلى الوداذ الرياضي الصيف الماضي في 22 مباراة مع الفريق الأحمر سجل خلالها هدفين وساهم في آخرين بتمريرتين حاسمتين الجذير بالذكر أن العديد من العروض المغرية انهالت على لاعبية الوداذ بعد التتويج بلقب دوري الأبطال على حساب الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم يعترف ويفضح الأهلي أمام الوداذ اعترف الاتحاد المصري لكرة القدم بإشعاره من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول رغبته في الترشح لاحتضان نهائي دوري الأبطال وعدم تقدمه بالطلب عكس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار في تصريح لأون تايم سبور أنه تم التوصل بمراسلة الكاف حول إمكانية الترشح لاحتضان نهائي دوري الأبطال محملة المسؤولية لنادي الأهلي وقال المسؤول الاتحاد المصري دائما يرسل إلى وزارة شباب والرياضة طلب الحصول على الموافقة الحكومية لاستضافة البطولات ونحن بصدد تجهيز الخطاب جاءنا طلب من نادي بيراميدز يوضح من خلالها رغبته في استضافة الكونفيدراليا وحدد ملعب الدفاع الجوي أضفنا طلبه على الخطاب وأرسلناه إلى وزارة شباب والرياضة وتابع عادة اتحاد الكرة يرسل طلب استضافة البطولات إن طلب أي نادي تنظيم البطولة الأهلي لم يرسل لنا طلب استضافة نهائي دوري الأبطال لو أنه أرسله لنا لو وضعنا طلبه في الخطاب مثل ما حدث مع بيراميدز وواصل لا مكسب لنا من إخفاء الخطاب يتم إرسال نظام البطولة لكل الأنذية المشاركة وقبل انطلاقها وتم تحديد إقامة نهائي في مباراة واحدة النادي المشارك من حقها أن يطلب استضافة نهائي ولو كان الأهلي يرغب في استضافة نهائي كان يجب عليها أن يتقدم بالطلب وكان الأهلي قد احتج على إقامة نهائي دوري الأبطال في الدار البيضاء وذلك قبل وبعد خسارته للمباراة واللقب لصالح الوداذ الرياضي الذي فاز عليه بهدفين نظيفين ملعب استضافة الديربي أكد مصدر أمني مسؤول أن ملعب الأمير مولي عبد الله بن رباط مرشح لاستضافة المباراة الديربي بين الوداذي والرجاء برسم الجولة الخامسة والعشرين من البطولة وشددت المصادر على أن ملعب الرباط يعتبر المرشح الأول لاستضافة لقاء الديربي القادم في انتظار الحسم بشكل رسمي في هوية الملعب الذي سيحتضن هذه المواجهة علما أن ملعب مراكش الكبير يبقى هو الآخر من بين المرشحين لاستضافة الديربي بالمقابل أوضح المصدر الأمني أن ملعب مراكش الكبير يبقى المرشح الأبرز لاستضافة مباراة الديربي بين الرجاء والوداذ برسم الدور الربع نهائي لكأس العرش ومن المنتظر أن يتم ترحيل لقاء الديربي خارج الدار البيضاء في ظل احتضان مدينة الدار البيضاء لبعض الحفلات الموسيقية في نفس فترة استئناف مباراة البطولة الاحترافية وسبق للعديد من المدن المغربية احتضان الديربي يتعلق الأمر بكل من أجادير الرباط طنجة ومراكش لاعبين مرشحين لمغادرة الوداذ في الميركاتو بات كل من آمين أبو الفتح وبضر قادرين وأيوبسكومة لاعبي فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم مرشحين بقوة لمغادرة نادي الوداذ الرياضي خلال مرحلة انتقالات صيفية المقبلة وكشفت مصادر مطلعة أن المدافع الوداذي أمين أبو الفتح أصبح مرشحا لمغادرة الوداذ في الميركاتو الصيف المقبل بعدما قرر الريقراجي إبعاده في فترة سابقة لأسباب ضباطية وأوضحت المصادر ذاتها أن سكومة اقترب هو الآخر من مغادرة الوداذ بعدما شارك في دقائق قليلة طيلة الموسم مع الوداذ بينما يدرس بضر قادرين العروض التي توصل بها خاصة بعد خروجه من حسابات الطاقم التقني لفريق الوداذ بقيادة الريقراجي وكان الريقراجي قد قرر في وقت سابق إنزال عدد من لاعبيه إلى الفريق الرديف من بينهم قادرين وأبو الفتح لانتقادهم اختيارات المدرب وأيضا من أجل الاشتغال على استعادة مستواهم تجدر الإشارة إلى أن تقارير صحفية ليبيا كشفت عن قرب انتقال بدر قادرين إلى نادي أهل طرابلوس في الميركات الصيفي المقبل